انطلقت في دبي الدورة السادسة لقمة عرب نت الرقمية والتي تستمر ليومين متتاليين وتشمل القمة عددا من المنتديات التي تناقش أحدث التقنيات الرقمية في الإعلام والقطاع المصرفي وغيرها المزيد في هذا التقرير هنا وفي مركز المؤتمرات والفعاليات بمدينة جوميرا في دبي انطلقت الدورة السادسة لقمة عرب نت الرقمية المؤتمر الرقمي الأبرز في المنطقة وقد شملت القمة عددا من المنتديات كان من أبرزها منتدى تكنولوجيا الإعلام والإعلان وتطرق المنتدى للتوجهات الأخيرة في الإعلام الرقمي والإعلان من خلال سبع جلسات نقاش شارك فيها عدد من الخبراء الدوليين اليوم موضوع التقني لما بلشنا نحن من عشر سنين بعرب نت كان موضوع بس مهم للمطورين والتقنيين ويمكن حتى الـ IT Department اليوم تغير الموضوع صار موضوع الإبداع الرقمي موضوع حيوي للمدارة التنفيذيين بكل القطاعات فحنحكي نحن عنا مسار كامل للتسويق الألكتروني والإعلام الرقمي عنا مسار مخصص للإبداع بالقطاع المصرفي والتقنيات المصرفية الجديدة وطبعا عنا مواضيع حنحكي عن الاستثمار بالشركات الناشقة حنحكي عن المدن الزكية والبيانات الكبرى والذكاء الاصطناعي وتأثيرهم على التعامل بين المواطنين والعايشين بالمدن وطبعا إدارة المدن والحكومات وهالسنة لأول مرة حنحكي عن التطور التقني بقطاع تطوير العقار والبنى تركيزنا حاليا على المنصات إذا نحن في مجال الاي سي تي أو في مجال تقنية المعلومات تركيزنا على بناء منصات لمساعدة الشركات عموما والشركات الناشاء خصوصا في تطوير نفسها وفي دخول في عالم الدجيتالايزيشن نحن اللي عادين نقوم في أولا بنينا منصة دبي الذكية هي منصة دبيبالس اللي هي موجودة حاليا دبيبالس.gov.ee هذه منصة اللي هي بتكون لدجة الباكبون لكل الجهات الحكومية في دبي اللي هي بتحتوي على كل البيانات من الجهات الحكومية واللي بتساعد على بناء المعلومات وعلى اتخاذ القرارات يعني خلال تحليل المعلومات واتخاذ القرارات وإسعاد المقيمين في دبي تميزت القمة هذا العام بحضور فاق التوقعات إذ بلغ أكثر من ألف وثمانمائة شخص وبمشاركة أكثر من مئة متحدث وخمسة وسبعين جهة عارضة بالإضافة إلى ما يزيد عن مئة من المستثمرين وأصحاب رؤوس الأموال ليقفوا على أحدث تقنيات العالم الرقمي المئات من الزوار حضروا إلى هذه القمة الرقمية لمتابعة آخر التطورات والإبداعات في الإعلام الرقمي والتسويق الإلكتروني وغيرها ويشهد لمحة من مستقبل التقنية في العالم لأخبار الآن ماجد التلمساني توقعي